ديان اليوم المنتخب الوضعي خلينا نحكي عن منتخبات بشكل عام خلينا نحكي عن منتخب الأول منتخب الأول لم يتأهل لكأس العالم مناش فرصة لكنه عوض وتأهل لكأس السياسة هناك من يرى في هذا التأهل بأنه التأهل بسيط لم يعد ذا قيمة يعني تتحدث عن عدد كبير من الفرق والمنتخبات تتأهل لكأس السياسة منتخبنا تأهل وبصورة قوية أكيد منتخبنا الوضع هو الهم الأكبر لجمهور الأردني لكلنا كرياضين وتابعين عارفين أنه منتخبنا بصراحة كانت في إخفاقات كبيرة أحكي لك ياها بالعربي الفصيح منتخبنا الأصل على اللي شفناه بكأس العالم عنا خامات وعنا لاعبين كانوا قادرين أنا ضد اللي بيقول والله البنية والمكانات المادية لا شفنا منتخبات بكأس العالم بصراحة يعني كمان دول فقيرة جدا وشفناها بكأس العالم وعنا الخامة من اللعبين الجيدي بصراحة كان الفرصة كبيرة لنا بصراحة أيام ناشتذكر سلبيات كثير أيام عهد البيتال بصراحة أطاح بيها وضرب بيها عرض الحائق فرصة والله أنا بحكي وقلب حرقة وكان بقدر منتخبنا يكون أقلها بالدور الحاسم وكثير إحنا وصلنا للدور الحاسم بكين بألفين واربعتاش وكدنا نوصل كأس العالم حتى قبل ما نروح على نلعب مع الأورقوي ذهاب وإياب أجتنا فرصة أنه نحصل نقاط خارج الأردن ما حصلناش بكين نقاط نهائيا هاي اللي ضرت منتخبنا بالسابق تصفيات الفين وطمنتاش بصراحة الوضع كان كمان نفس الشي التصفيات الاثنين وعشرين بصراحة كنا نمنل نفس نكون إحنا أقلها منتخبنا ينافس الفرق الكبير بآسيا أكيد تأهلنا على آسيا أجال أنه بصراحة بالنسبة للمجموعة والفرق اللي مات أهلك للدور الحاسم إحنا الأقوى تأهلنا كان منطقي بشكل يعني نحكي تأهل منطقي ونتمنى العدالة العدالة أنصفتنا العدالة والطبيعة نكون متأهلين بمجموعتنا لكن إحنا الآن نبني على ما تطور للآن مع المنتخب الوطني وتجميعه من جديد وإنعاشه من جديد اللي هو بطولة آسيا خلينا نحكي المنتخب فيه تطور وفيه إعادة ترميم وفيه تطور لاحظنا من كأس العرب اللي كان في شهر 12 السنة الماضية شكل جديد شكل جديد كان المنتخب بكأس آسيا أنه حققنا العلامة الكاملة العلامة الكاملة مع الكابتن وإحنا نعطي الناس حق وإحنا حكينا السابق واللاحق أنه فيه تطور إنعاش جديد صحيح وحتى ظهرنا وضفرنا في البطولة الودية الرباعية وحتى ظهرنا أمام المنتخب الإسباني البطولة المباراة اللي جميلة حقيقة وخسرنا ثلاثة واحد لكن أنت تظهر أمام المنتخب الإسباني اللي كان من المرشحي لكأس العرب مئة بالمئة كلامك دكتور ولكن كل البطولة الودية تأهدنا لآسيا بطولة كأس العرب شيء جيد في بناء وتحضير المنتخب الآن مهما قدم المنتخب الآن الجمهور الأردنية وكلنا وكلنا متابعين من من النفس إنه وين من نروح بكأس آسيا القادم إحنا كل هذا البناء كل هاللعبين وهالنجوم المتخم بها المنتخب الوطني والعمالهم احترفوا من جديد رجول احترفوا لخارج البلد واكتسبوا خبرات كبيرة من موسى التعمري وجر فبالتالي إحنا الآن من من النفس ما برضينا الآن إحنا إلا يكون منتخبنا يظهر بقوة من جديد يظهر منتخب 2004 يظهر منتخب 2011 هاي اللي بدنا إياه إحنا شفت إحنا بكأس آسيا السابقة منتخبنا عملنا فوزنا على سوريا فوزنا على سوراليا صدمنا بمين فيتنام أخرجتنا من كأس آسيا خرجنا بخفي حنين من تلك البطولة ومن بوراة فيتنام وبعدها بلشت الانتكاسات على مستوى المنتخب الوطني الآن نتمنى إن شاء الله مع الكفتن عدنان حمد والجهاز الفني بإذن الله تعالى إنه نعيد الثقة ونعيد البناء وشخصية المنتخب تظهر في القادم إحنا ما بنا نجمل الصورة بنا نكون واقعيين الصورة اللي بنا نحكيها الآن منتخبنا مطالب بإذن الله تعالى في ظل اهتمام كبير منتحات كرة القادمة بالمنتخب الوطني وتجهيز المنتخب الوطني وتعرف كمان مباراة منتخب إسبانيا سلطة الضوء على الكرة الأردنية فإن شاء الله نعمل بالقادم يكون أفضل بشكل كبير القادم الآن المؤشرات بيقول لك الدورة بدي يبلش في شهر ثمانية القادم واليوم اللي تحكي بطولة تنشيطية أغلب الأندية وخلينا نحكي بصراعة أغلب الأندية ما في دعم بدي تشارك في الفئات العمرية إذا كان في بطولة تنشيطية في شهر ثلاثة الدريع بدي يبلش في شهر خمسة يعني كيف القادم وإحنا بدنا نقعد يعني تعطيت إيدك على الوجع دكتور بالسؤال شامل والنقاس شامل يعني الأندية إلها عليها واجبات ولها حقوق والاتحاد الأردني كرة القدم كمان عليه واجب الكبير وهو الراعي لكرة القدم الأردنية الآن تتكي عن البطولة تنشيطية وفترة فراغ كبيرة بدها تغطيها حسب ما أعلن الاتحاد بأجندته المقترحة الآن أنا شايف من واجبات الأندية الإصرار على إقامة هذه البطولة ولكن الأندية من حقوقها تلاقي دعم للبطولة من اتحاد كرة القدم حتى يرعى هذه البطولة إنها تصرف على اللاعبين وتستطيع تستقطب الحد الأدنى مروراً إلى شهر خمسة اللي هو الإعداد الفعية لبطولة الدرع فبالتالي إنه الأندية أنا ما بسمع بتبادر إنه الأندية بترفض هاي البطولة هنا الأندية بصراحة فيش احترافية بالتفكير أنا بقول الأندية من وين؟ يا ديان ديان خلينا بس تتحكي أنا في محور للأندية بس ما دامنا حكينا أنت بتحكي لنادي قول روح اتعاقد مع لعب سنة ونص أنا ما أنا حكيت لك لحد الأدنى دكتور ما تتعاق يعني أي نادي يشكل فريق نواة فريق ولكن من خلال دعم دعم لدي حال يعني نحكي مثلا لفترة الفرع ثلاث سور أقل شيء كل نادي إه إه إتحاد هو الراعي الأكبر هو يدبر حال لا إتحاد بستطيع أنا براعي إنه يدبر شو كلها بتطلعي ستمائة ألف إلا كل نادي خمسين ألف ويدبر حاله في البطولة مبلغ جيد إنك تنشئ فريق أنا بحكي عن خبرة بحكي شو معنى الخمسين ألف فبالتالي حد الأدنى من اللاعبين كبطولة إلا عندك لاعبين رديف وتستقطب له كمان معهم خمس ست لاعبين سبع لاعبين وتمشي في هذه البطولة وتشوف اللاعبين عندك مع اللاعبين استقطبتهم تسغل خبراتهم اللاعبين اللي أنت بظل تقول أبناء النادي وأبناء النادي إذا الأندية فرطت بهذه البطولة بصراحة فهون الأندية بتفكر باستقبال إنهائيا هون الأندية بتفكر دائما بالإنفاق صحي بدنا نرجع نحكي عن الأندية أكثر بس أنا بداحك عن الأولمبي الأولمبي ما كان خرج من التصفيات الشباب الناشئين كانوا موجودين منتخبنا سوي نحكي الفئات العمرية كما أدى المنتخب الأول قاعدين بأدوا أشوف عندنا دائما باستمرار إحنا الاهتمام كبير منتحك بمنتخبات الفئات العمرية صحيح منتخب الناشئين ما تأهل الصدم باليابان ولكن كمان أخفق مع التعادل مع سوريا وتعادل مع تركومستان يعني تقرير مش فقط اليابان لو فاز على تركومستان وعلى سوريا كانت أهلناها بسهولة منتخب الشباب فضر بالعالمين بضم نخبة مميزة وأنا بسميه منتخب كأس العالم المنتخب الوطني شوالي يتأهل عن جدارة واستحقاق النهائيات يمكنه بشهر ثلاث ونتمنى هذا المنتخب وعماله برعة باهتمام كبير يعني اللعب مبارتين وديات مع سوريا وأكيد الكابتن إسلام ديابات كفاء عالي وهو جهاز الفني عارفين شو الهدف اللي هو هدف أنه التأهل هذا المنتخب لكأس العالم مش أن نروح بس نقدم بآسيا لأنه العين على هذا المنتخب منتخب الرديف بصراحة جاء بطولة غرب آسيا وكان إنجاز جيد للمنتخب الوطني مع الكابتن أحمد هايل ولكن ما كان ما كان على مستوى الطموح في بطولة آسيا اللي هي الرديف وأنا بسميها البطولة هاي بطولة موضعية بطولة فقط تقام لإقامة البطولة ما بتأهل يعني ما بتأهل للأولمبياد أو لكياسة للبطولة القادمة مع المنتخب الوطني الأولمبي اللي شكل مع الكابتن عبدالله أبو جميع هي البطولة اللي بتأهل للأولمبياد أنا شايف وبطولات غرب آسيا للسيدات برضو إنجاز مميز دائما إحنا مميزين عمستوى غرب آسيا نتمنى المنتخبات الناسوية تطمع لأكثر من غرب آسيا نشوف منتخبنا بنهائيات آسيا غير أصعب واللي باستمرار اللي هي المنافسة الشديدة عليها واتطورة في الكرة القدم الآسيوية جميل جدا متى بدنا نفكر كأس عالم فريق لكأس عالم يعني إنت برأيك نيجي على منتخب الشباب اللي بيأدي نعمل عليه هو مدربة يعني إسلام الذيابات الجماعة ما مسك منتخب إلا وحقق معه إنجاز خلينا نعكي بصراحة فمثل هذا المدرب مثل هذا الفريق ما يكون له تعامل ونستطيع نفكر في كاس العالم فيه مثلا هلأ الاهتمام كبير الآن بلش مع عسكر الأسبوع مبارح في المتاهة المباراة الثانية وفاز فيها منتخبنا خسر الأولى فازة الثانية لكن هي إعداد مع منتخب سوريا منتخب سوريا أيضا متطور بشكل جيد الآن إلهم عسكرات إلهم مباراة عدادية على مستوى عالي جدا مجموعتنا في المتناول توقع عمان كوريا الجنوبية ويمكن طاجكستان توقع مجموعتنا أسهل مجموعة المجموعة المتوازنة شوف المجموعة الثانية في مجموعة تضرب بعض بشكل كبير كبار آسيا مع بعض لا إحنا مجموعتنا قادرين نتهى للدور الثاني بالضغط الفريق معنا مباراة وحدة منفوز فيها منروح على كأس العالم هذا حاسب أنت مصبوط منفوز فيها بإذن الله يعني ستكون برا إما مع اليابان أو مع السعودية إذا تأهلنا على الدور الثاني فبالتالي لأنه تخيل مجموعة فيها اليابان والسعودية فبالتالي إحنا مجموعتنا الأفضل أنا بشوفها والمجموعة القادرين بإذن الله تعالى إنه تعدى ونروح كأس العالم ونعيد منتخب 2007 لتأهلنا فيه على كأس العالم بخير بالمجمل الـ 22 كانت خير على المنتخبات الوطنية حلا هي نشوف بشكل عام أنا ما بدي أجمل الصورة لا بنتمح لها الأفضل بشكل كبير يعني ما ارتقينا لها بصراحة الأربعين بمين اللي بدنا إياه ليش لأنه بصراحة إحنا دائما منقيس على المنتخب الوطني الأول بصراحة أنا خروجنا من تصفيات كأس العالم بشكل لا يليق باسم الكرة الأردنية اللي صنعناه على مدار سنوات وشنوات وقديش مستوى رئيس الاتحاد سمو الأمير علي التعب مع هذا المنتخب ببان تشكيل منتخبات الوطنية اهتمام بيها من نحكي ذهبية سبعة وتسعين ذهبية تسع وتسعين مع المدرب الذهبي الراحل الكبير الكابتن محمد عوض بعدين مشينا جينا على الفين واربعات عدينا الفين واختش عملنا اسم كبير باسيا نحكي الآن نجمل الصورة بناء على ما سبق لا احنا ما ادينا المطلوب نتمنى يكون المطلوب افضل بكثير من اللي حصل بالسابق ان شاء الله